حملة انتخابية على أشدها في السنغال يميزها هذه المرة غياب الرئيس ماكيسال عن المنافسة ليصبح بذلك أول رئيس لن ينهزم في الانتخابات أمام خصومه السياسيين 19 مرشحا يحاولون جاهدين في هذه الحملة الانتخابية إقناع الناخبين ببرامجهم والفوز بالرئاسيات من أبرز المرشحين أماد باها الذي يعتبر مرشح السلطة عن حزب التحالف من أجل الجمهورية ورئيس الغزراء الأسبق دريس سيك والأمينو العام لحزب باستيف المنحل باسيروديو مايفايا وعمدة العاصمة دكار السابق الخليفة سالة أنا ملتزم بأن أكون رئيسا لتشغيل الشباب أنا ملتزم بالمحافظة على ما تعلمته وبتنفيذ برامج مبتكرة وأنا ملتزم بتوفير مليون فرصة في سوق الشغل الأمر كله يتعلق بالمصالحة كما تعلمون لقد مررنا بالمحاكمات وشهدنا الكثير من الوفيات إنها المرة الأولى التي نختبر فيها هذا وهذا أمر خطير ومحزن بالنسبة لبلد ديمقراطي لم يصوت منذ 64 عاما إلا للصالح قضايا الديمقراطية والحرية يجب أن لا يحدث هذا مرة أخرى لذا سيتعين علينا إصلاح كل شيء المؤسسات والعادلة والقواعد نحن بحاجة إلى مراجعة كل شيء وعلينا أن نفعل ذلك مع الجميع وفي ظل الاترابات التي تشهدها البلاد تعهدت المعارضة وهي من رفضت مقترحا بإجراء الانتخابات المؤشلة يوم الثاني من يونيو واحتجت عليه بشدة في الشارع تحهدت في وقت سابق على لسان زعيمها بالعمل جاد من أجل كسب هذه الانتخابات وخدمة البلاد لن تكون هناك حرب لأن هذه الانتخابات لن تصبح معركة التحدي الحقيقي هو معرفة كيفية إدارة البلاد بعد الانتخابات يعتقد البعض أننا سنقوم بذلك لن يكون هناك انتقام ستكون هناك عدالة ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات التي تقرر إشراء جولتها الأولى يوم الرابع والحشرين من شهر مارس تشكل فرصة للسنغال لإنهاء سلسلة من الاحتجاجات الدامية والاضطرابات والصراحات السياسية بين السلطة والمعارضة وأيضا لاستعادة سمعتها الديمقراطية من جديد على اعتبار أن السنغال ظلت لعقود من الزمن استثناء في جوارها الإقليمية من حيث الممارسة الديمقراطية